النهاردة المرأة بقت سلعة وحقيقي ده مش كلام يعني صحافي ومرسل لا ده حقيقة واقعة عندك في الحوامدية هنا بيجوز البنت بواصل أمانة سلعة واصل أمانة واللي بيعمله محامي طب ما نعمل قانون للمحامي ده اللي يعمل مثل هذا يعني المأزون ما هوش أحسن حالا يعني برضو بيجوز القاسيرات في منهم بيخاف فبتدعوا حاجة اسمع واصل أمانة الدولة فين؟ يعني ايه واصل أمانة جوزة بواصل أمانة ده كان بدل المهر يعني؟ لا ورقة عشان يقولوا انه دي متجوزة يعني ده زوج بدون عبد؟ اه واصل أمانة يعني بقت سلعة الدولة فين؟ أي واحد ماشي في الشارع في الحوامدية عارف العكادي ده عشان التغلب على القيود لوضعتها الدولة اللي هي فكرة الخامسة وعشرين سنة فرق والشروط اللي حطتها الدولة لزواج من الأجانب من الأجانب فيعني الجوانب الاجتماعية مهملة إهمال كامل هل المسألة تحتاجة لفكرة يعني مسألة هل هنا هي ثقافة؟ ولا احتياج؟ يعني هل يمكن الحديث عن تنمية للمرأة أو تمكين لها من غير ما نتكلم عن تمكين للمجتمع بشكل كامل؟ يصدت أنسي المرأة خالص إنما المجتمع والأسرة مشى في طريقة غلط جدا أنت تبني كباري وتعملي مشروعات عظيمة وإحنا فخرين بها ومبسوطين بها جدا تدينا نبني وننتج لكن لازم أبني في الإنسان أيضا واهتم بيه وخصوصا اللي بيعاني من ده البسطاء من الناس والمرأة أفقر الفقراء وأكثر جهلا من الرجل لأنها عندها أمي عالية فأصبحت سلعة في إيد أبوها أو أخوها يجوزوها كل أسبوع وياخد عشرين ألف وثلاثين